معي بالستوديو محمد حفظي للمرة الثانية بمهرجان أبو ضبي السينماية أنا وياكي منلتقي بشكل شخصي أنا كتير بحب السينما اللي أنت بتنتجه لأنه أنا بتصور أنه أنت من المنتجين المصريين الوحيدين الشباب اليوم يلي بتغامروا لتعملوا السينما منا سينما جماهرية ومنا كمان سينما نوخبوية يمكن أنت الوحيد اللي قادر كنتعمل هذا التوازن هو أنا نفسي عامل سينما جامحرية يعني الجامحرية مش مش عايب من الواحد عاملس انسوا جامحرية ومش عشان الواحد يعمل سينما أفلام بتروح مهرجانات مش معاني كده من ويتم يشوفيه الأفلام دي تتشاف من جمهور أكبر يعني بس هو في فرق ما بين السينما الجامحرية والسينما اللي بتبقي خاجلانا منها بعد كده مثلا لما شفيها بعد سنين او ولادك يشوفوها مش إنه أنا عندي ولاد يعني مثلا لو فيهم بقى عندي أولادنا مثلاً وشايفوا فيلم أنا أنا مش فخور بي أو فيلم أنا يعني بخجل منه هتبقى حاجة مش حب أن أنا عملها في حياتي يعني فحتى أنا بقعمل فيلم تجاري أو فيلم جماهيري بحاول أن هو يبقى بالقليل مختلف يبقى بقدم الموضوع بشكل جديد ودائماً فاكرة الناس الجديدة الدم الجديد اللي أنا بحاول أضخه في الأعمال اللي أنا بعملها أحد الأصدقاء على الفيسبوك اسمه نبيل أيوب قال لي بس تلتقي بمخرج أو بمنتج مصري سألي نحن شو رح نستفيد من السينما اللي عم تنتج اليوم غير أنه يطلع الواحد أو المشاهد يكون متعلم الحشيش الدخان يستعمل المطاوي يمكن هو عم يحكي هلأ عن السينما الموجودة ربما إذا بنقول أنه هي السينما التجارية اللي موجودة اليوم أو هذا الشكل من السينما ليش اليوم منتشر هذا النوع من السينما حفظي أكتر من الأيام اللي قبل ببساطة لأن لأن دي السينما الوحيدة اللي بقت تحقق ربح للمنتجين في دماغهم دلوقتي هو ما ده اللي عايزين يعملوه لأنه هم حاسين أن الجمهور عايز كده فلما تبصي للمجتمع بتاعك أنت المجتمع بتاعك فيه نسبة كبيرة من ده موجود في الشارع يعني الناس اللي بتعيش كده واللايف ستايل بتاعها كده وطريقة كلامها كده ده موجود في الشارع هو السينما بتاعكس اللي موجود بس موجود حاجات تانية برضو المشكلة أن ما فيه شغل نوعية واحدة في السينما يعني أنا مش ضد أن يبقى فيه أفلام النوعية دي بس لازم يبقى فيه انتاج مختلف لازم يبقى فيه أفلام برضو جماهرية وكل حاجة بس تنويات مختلفة يعني يبقى فيه أفلام كوميدي يبقى فيه أفلام رومانسية أفلام أكشن أفلام رعب ده غير السينما المستقلة أو السينما الموازية اللي احنا بنسميها سينما الشباب اللي بيحاولي يعمل سينما جدة شوية وده بتهالي عشان تبقى موجودة محتاجة دعم الحكومة محتاجة دعم الكائنات التوزيعية فأنا مش ضد السينما التجارية وانها هتكون موجودة بالشكل اللي انتي وصفتيه بس نتمنى نكون فيه اختيارات للمتفرج عشان المتفرج لو ما لأشغل ده أكيد هيروح لها هيروح لده حتى لو هو مش ده اللي بدور عليه يعني حفظي انت هذا العام في عندك فيلمين بين مهرجان فرش وغطا اللي هو من بطولة آسر ياسين وفيلة 69 اللي هو من بطولة لبلبة أروى قودة وخالد أبو النقا خلينا واشيحكي عن فرش وغطا كان عندي وجهة نظر أنا بتتعلق فيه أنا كان شعوري انه فيلم صامت لمدة ساعة ونص هو مغامرة بحد ذاتها بس أنا لأنه بعرف محمد حفظي واختياراته قلت انه انت أكيد كان في عندك رسالة لحتى تتبنى هذا النوع من الأفلام وتنجو على الأقل بهذا بالظرف الراهن شو كانت الفكرة محمد؟ الفكرة ان انا أولا ان انا بحترم يعني شغل وعقل لأحمد أبضل المخرج جدا وحبيت تشتعل معا تاني بعد مايكروفون كانت تجربة نكحة بيننا وحسيت ان الفيلم بيعمل حاجة شجاعة جدا يعني فكرة ان تعملي فيلم مفيهوش حوار مكتوب يعني هو مصامت لأن فيه شريط صوت بس مفيهوش حوار فبالتالي عدم وجود الحوار ده دي طريقة واسلوب السينما العربية والسينما المصرية بالذات مش متعود عليها وحسيت انها مغامرة وتحدي وانا بحب التحديات الصعبة وبعدين هو ما حسيتش ان هو خارج الصياق الفيلم لان يعني لان الفيلم نفسه بيطرح تساؤلات ما عندوش اجابات يعني ما عندوش حاجة يقولها عن الوضع الرهن على قدم هو بيطرح تساؤلات عن يعني احنا المجتمع بتاعنا ده المفروض بيتأثر بالصورة دي والاحداث دي هيتأثر ازاي وإيه علاقته بالحادث ده كلنا كنا في حالة صدمة وفي حالة عدم فهم اللي بيحصل وبنطرح تساؤلات كتير جدا فحسينا ان لو طرحنا التساؤلات دي بشكل بصري بشكل بصري من خلال رحلة تأمولية للشخصية المحورية بتاعت الفيلم وهو في مشواره بعد ما بيهرب من السنج ان دي هكون مغامرة يمكن بعض الجمهور يتقبلها ويمكن معظم الجمهور ما يتقبلهاش بس بس أحمد كان حابب كده وانا وصقت في رأيه وفراغبته لان انا انتي عارف السنة المستخلة ما زيتها دايما ان بيبقى فيه حرية بالصنعة ما بنشتغلش تحت خيود موزع بيقول لنا انت لا ما تقدرش تعمل حاجة زي كده يعني عايز اقول لك حاجة فيلم احمد احمد عبدالله فيلم الجاي فيه احتمال كبير او ان يكون ابيض واسود بس يعني وانت كمان رح تكون متبني لا مش انا مش انا المنتج بس انا يعني مش حولت تفاصيل لان احتمال مش من حق ان انا اقول يعني بس بالصنعة دي معلومة عرفتها منه هو وشجعته عليها لو ده بيخدم الحالة النهائية بتاعت الفيلم في الاخر طيب وبالنسبة لفيلم فيلا 69 ايضا كمان انا بشوفه مغامرة اليوم انك تحكي عن حالة انسانية استعراض شخصية انسانيا بالوقت يلي كل العالم اليوم عم تتجه فيه لأعمال مثل الثورة طبعا انت قدمت عمل عن الثورة هذا العام وعمل انساني خلينا نقول فيلا 69 مغامرة يعني اقل من فارش وغطى لانه فيلم ممكن يبقى اقرب للجمهور لانه فيلم فيه بهجة يعني انا في العرض الاول بتاع الفيلم هنا في المعرجان يعني فوجئت بكم الدحك الناس الناس مبسوطة هي بتتفرج ناس بتتحك يعني لحد اخر الفيلم فدي حاجة يعني بساطتني لان حسيتنا احنا بعملناش فيلم غريب على الناس هو مختلف بس مش غريب عليهم يعني فيه انسانيات وفيه مشاعر وفيه ضحك وفيه تمثيل كويس وحوار جايد وسناجي كويس فيعني مغامرة بس مغامرة اخاف شوية باختصار حفظي هل نحن مقبلين الى مرحلة سينمائية جيدة مرتبطة بتحسن الوضع الامني والاقتصادي في مصر يعني عشان عشان السينما تتعافي يعني حياخد وقت يعني ممكن يبقى قدامنا ستة شهر سنة كمان لحد ما الوضع يستخر ففي الفترة دي هتبقى السينما برضو بتمر بمراحل صعبة بس لو الوضع الامني والاقتصادي يتحسن هتلاقي السينما في مصر بتتعافي بشكل كبير بالذات لو فيه ارادة سياسية من الحكومة اللي جاية والحكومة الموجودة ان السينما تبقى لها مجال ودور وتأثير على المجتمع لو عندهم ارادة سياسية بسينما هتتعافى لان السناء عايزين يشتهر